أول موضوع هنتكلم عنه هو الصفرة أو الصفرة الطبيعية أو الصفرة الفيسيولوجية مبدئياً كده لما تسمعوا كلمة فيسيولوجية أو يقولك ده تغير فيسيولوجي أو الصفرة الفيسيولوجية كلمة فيسيولوجية يعني حاجة طبيعية خلاص يعني نتعلم هذه القاعدة الصفرة دي من الموضوعات اللي بتقلق مش أقولوه كتير جداً من الأمات والأباء لا بتقلق كل الأمات والأباء الحية في حالة حدوثها مع إن إحصائيا مع إنه إحصائيا ما يقارب من 65% من الموليد الجدد بيجي لهم الصفرة الطبيعية الصفرة الطبيعية 65% انتم متخيلين من كل 100 مولود 65 مولود ممكن يجي لهم الصفرة دي معلومة إحصائية يعني في مصر ودول العالم كلها خلاص أهم معلومة عايز حضراتكو تعرفوها عن الصفرة الطبيعية يعني أهم معلومة لو حضراتكو إن شاء الله يعني إن شاء الله تطلعوا بمعلومات كتيرة جدا من الحلقة لكن المعلومة دي إذا طلعتوا بقى بس بيها يعني بالمعلومة دي يعني هيبقى ضميري مستر هاي أهم معلومة هي إيه أنه مهما بلغت درجة الإصابة بالصفرة الطبيعية فبمجرد اختفاءها فإنها لا تترك أي أثر سلبي على الطفل يعني الصفرة ما لهاش مضاعفات الصفرة ما لهاش عواقب الصفرة ليس لها أي علاقة بدرجة زكاء الطفل مثلا بعدك وزي ما قلنا هي مش بتظهر مش بتظهر عند كل الأطفال بتظهر عند عدد كبير من الأطفال إحصائيا زي ما قلت لكم آخر إحصائيات وصلنا لنسبة 65% طيب الصفرة الطبيعية بقى الغير مقلقة دي تفسيرها إيه أو إيه سببها كنت قلتلكم أنا في حلقة سابقة أنا هتكلم عن الصفرة وإيه تفسيرها أو إيه سببها لما كنا بنتكلم عن جزء من دم الأم يروح للدم الطفل أثناء عملية إجراء عملية التهارة لأطفال الزكور فقلنا أن بيكون دم الأم فيها فيها عوامل تجالط وقلنا ساعتها أفكر حضراتكو يعني أنه بمناسبة هذه المعلومة هبقى أكلمكو بعد كده عن حاجة ليه علاقة بقى بالصفرة